Honor Magic VS تلفون بشاشة قابلة للطيم من شركة Honor ليس فقط موجه للعالمية سيكون متواجد لدينا بشكل رابسي تأكد ترى الرابط الموجود تحت وقت ترى الفيديو عشان تعرف السعر وإذا كان متوفر بالبلد اللي انت فيه يعطيكم الصح والعافية معكم أحمد وعريكي سوئت لكم استعراض هذا التلفون من قبل كم شهر شركة Honor كانت معتقنية لفترة بسيطة أن أستطيع استعمالها لكن هذا هو التقييم الكامل التلفون موصلني وضعت كارتي فيه وستعملتها مدى مطولة للأمانة وهناك أشياء عجبتني هنا أخبرنا شيء مع لغة التصميم الملموس كيف تحصل هذه التلفونات هي شاشة قابلة للطيم التقليدية سيكون لديك شاشة داخلية كبيرة حجمها 7.9 بوصة تقريبا 8 إنش بحواف متناسقة دار مدار الشاشة وبعدين لدينا الشاشة الثانوية أصغر خارجية سيكون حجمها 6.45 بوصة مرة ثانية بحواف متناسقة مثل ما أنتوا شايفين التلفون ليس بالطول ولا بالعرض سيكون كهيئة التلفونات التقليدية فأبعاد الشاشات جدا مناسب التلفون سيكون عليه ماجيك يو آي أصدار السابع مبني على أندرويد 13 التلفون لا يوجد أي مشاكل من ناحية التنقل والقوائم إلى آخره سناد دراجون 8 بلس جين وون مع 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و 512 جيجا بايت ذاكرة تخزينية هذه أرقام تعتبر جدا ممتازة حق التلفون وما عندك أي مشكلة بأداء التلفون بشكل عام حتى لما تستعمل بالشاشة الخارجية أو الداخلية بس من ناحية الأرقام المفروض أن الشاشة الداخلية 90 هرتز وخارجية 120 هرتز وهذا الشيء تقدر تتأكد منه لما تدخل يقول لك أن 120 هرتز حق الأكستيريري الشاشة الخارجية و 90 هرتز حق الشاشة الداخلية للأمانة لم أحسيت فرق لما هي استعمل لكن أضع بالك هنا 90 وهنا 120 التلفون سيدعم لك ثلاث كاميرات مستشعر أساسي 54 ميجا بيكسل و 50 ميجا بيكسل أولترا ويد بعدين لدينا تلفوتو لنز سيكون 8 ميجا بيكسل وبالطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعتبر جدا ممتازة شحن سريع 66 واط وشحن لاسلكي لا التلفون لا يوجد معيار IP68 أو IP67 فلا يوجد مقاومة مايو الغبار IP53 لا يوجد لديك مشاكل لكن التلفون سيأكد يجب أن يكون من أنحف التلفونات الموجودة بالسوق والتلفون يطبق على بعض بدون أن يجب أي نوع من الفراغات التي تكون موجودة بالشاشة لم تكن تصفتها على روحها فهذا ممتاز سيستعمل لك الواتر هنج ويعمل بشكل جدا مناسب تلفون يجب سماكة جدا نحيفة ليس اسمك تلفون بشاشة قابلة للطي لكن يعد من أنحف وأخف تلفونات التي توجد بشاشة قابلة للطي مسكة التلفون والتعامل معه مدة طويلة لا تشعر أنه ثقيل وزن التلفون سيكون 260 جرام تقريبا يعني رقم جدا فرق أدوب 20 جرام من أثقل تلفونات التقليدية فلا عندي مشكلة مع التعامل مع التلفون سيكب سماعات استيريو ووحدة فوق الفيزيائية والثيانية التحت وبصمة ستكون مدمجة مع زر التشغيل موجودة على جنب أو تعال هنبعد فيه IR بلاستر فمواصفات التلفون تعتبر جدا ممتازة بالذات اللي تأخذ بعين اعتبار سعر التلفون النسخة اللي ستكون متواجدة لدينا هي 12 رام مع 512 أرقام جدا ممتاز بغض النظر عن سنادراجون 8 بلس جن 1 إلى اللي حيني يعد معالج جدا ممتاز مبنى على المعمارية 4 نانومتر تي سي ام سي عشان تليقى اقول لك هذا الـ 8 بلس 1 واحد واحد حقه ومثل ما قلت لكم اداة التلفون يعتبر جدا سلسة حتى التوتش سامبين جريت اللي راح يكون موجود عليه راح يكون مراعي حق انك انت تستعمل حتى حق الالعاب ومعندك اي مشكلة من ناحية انشاغلات الايضافية لانت تقدر تسويه حق التطبيقات راح يكون عندك امكانية ان تقدر تفتح طبعا التطبيقين بنفس الوقت فبكل بساطة راح تقدر انك انت تدخلي تطبيق مثلا يكون شغال وبعدين تسحب من على جنب وتفتح تطبيق ثاني يمه بدون ان يكون انت عندك مشاكل وتقدر توسع واحد على الثاني او ان تدخلي واحد يكون شغال بالكامل هاي مشغلة الثانية لاحظتها ان تقدر انك تدفعل هذا الشغل على التطبيقات اللي راح تكون مدعومة على التلفون نفسه فاخر يقول مثلا انت داشع على جوجل تقدر الحين تخليها تكون free form window مثل ما انت شايفين وتقدر تصغرها وتكبرها على كيفك او انك ان تقدر تخليها تكون شغالة بس على صوب واحد من التلفون وتشوف تطبيقات المدعومة صوب الثاني علشان تقدر تستعملها side by side على قولاتهم فعلى سبيل المثال خل نفتح تويتر راح يصير تقدر تستعمل هون بهذا الشكل احنا انستجرام مثلا او تطبيقات الثانية الى لاحية ما تدعم لك شاشات قابلة للطي راح تقدر انك انت تستعملها على صوب واحد ما عندك اي مشكلة يدعم لك التطبيقات كلها ان يكون فيها split screen مثل ما انت شايفين من خلال developers mode تقدر تروح لك settings system and updates وتأكد انك انت تنزل تحت كلش وتفعل خاصية force activities to be resizable من هذي تفعلها راح تقدر انك انت تسويها حتى على تطبيقات نفس انستجرام على سبيل المثال مثل ما انت شايفين امي تيتا بترجع حق هذه التطبيقات ممكن يكون هم الاثنين موجودين مع بعض فتقدر انك انت تتبدل ما بيخوا نقول تطبيق واحد او تطبيقين بشكل واحد سهل لما يكون موجود عندك بالخلفية احنا بعض من التطبيقات نفسي يوتيوب على سبيل المثال اذا انت تستعملها وتسوي chips ms هذي راح تقدر انك انت تستعملها كشاشتين مفصولين تشوف شنو مكتوب عندك تحت او تقدر تدخل على التعليقات ومن نفس الوقت الفيديو يكون شغال من فوق شبه full screen فيجزئلك ممكن ان ندخل هنا على الكمنتات مثلا ونشوف شنو الكومنتات الموجودة والفيديو يكون شغال هنا من فوق لكن للأسف هذه ما راح تشتغل على الكاميرا لان انت مني تي مثلا تشغل الكاميرا راح تلاحظ انه هو ما راح يستوعبها شيء مع انه عندك التهنيه هنج تقدر توجهه بمو كل الاماكن مثل ما انت شايفين بس يقدر يقضوا بروحها باماكن معينة فكان ممكن ان هذا شيء يستغل من ناحة السوفتوير ساعة البطارية مثل ما قلت لكم 5000 ميلي امبير اعطيتني اداء استثنائي من ناحة استعمال التليفون حتى مع الشاشة الكبيرة 7.9 بوصة وهنا اتوقع القرار مع التسعين هرتز يكون سليم هلا هو لا علاقة بشكل كبير التسعين هرتز اتوقع 5000 ميلي امبير يعتبر واحد من اكبر البطاريات اللي موجودة اذا مو اكبر بطارية موجودة حاليا على تفرناتي بشاشة قابل طيب بس اقدرت شركة اونر ان تدخلي تليفون يستمر معك باستخدام اكثر من يوم انا اطول معي اكثر مدة يوم وثلاثة اربعة تقريبا على وقت المغرب يالله التليفون موصل لي 9 او 7 برمية بعدين اضطرية احطه على الشاحن اما من ناحية التصوير بشكل عام من تليفون كاميرته جدا ممتازة الحين تقدر تشوف هذه الصور كلها في الريزولوشن على تطبيق فيرو ورح يكون انت عندك كتاب فعليا هنا ثلاث عدسات بس رح يعطيك من ثلما انت شايفين اربع وضعيات اذا ما نحسبها بعد الماكرو رح يكون عندنا خمس وضعيات فعليا لما تروح اقمر رح يكون عندك شغلة اسمها السوبر ماكرو رح تقدر انك تتفاعلها وتستفيد منها ومثل ما انت شايفين رح تشتغل بشكل جدا جدا مناسب رح تحصل تفاصيل ويد ممتازة سوبر ماكرو مود رح تشتغل بشكل جدا ممتاز وسوبر ماكرو مود رح تقدر تستعملها ويد وتستعملها وون وتستعملها هم بعد على 2x واشوفها انا حركة هذي جدا جدا ممتازة طلعنا من وضعية السوبر ماكرو مود رح يكون عندك الون اكس 54 ميجا بيكسل عندك الثلاثة هذا رح يكون كروب من 54 واكيد عندك العشرة هذا رح يكون التلفوتو 8 ميجا بيكسل وعندنا 50 ميجا بيكسل هي الاولترا وايد رح تعطيك 0.5 وبشكل عام التصوير مال التليفون يعتبر مناسب مرة ثانية حط ببالك سعر التليفون وقيمة انت رح تحصلها يعني امكانيات الكاميرات الوضعيات اللي يعطيك إياها باستثناء انت عندك هني فعليا ثلاث كاميرات الى التليفون رح يقدر يعطيك وزوايا وايدي كثيرة وممتازة بجميع الوضعيات مثل ما انت شايفينه هني هذا التصوير الليلي رح تحصل حدة كافية رح تحصل تباين ممتاز هذا بالإضاءة المتشبعة رح تشوف ان حتى لما تحول ما بين السوبر ماكرو وما بين الزوم العادي اللقطات والتباين رح يكون جدا جدا ممتاز على هذه الكاميرات ما عندي اي مشكلة معاهم مرثان اذا كنت حاب تشوف هذه اللقطات بفول بريزولوشن تأكد انك تدخل على حساب فيرو كلهم رح يكونوا موجودين هناك عشان تقدر هنبعد انت تقرر بنفسك والعلبة تعتبر عامرة للأمانة كل شي تحتاجه رح يكون موجود داخلها قاعد تكلم انت عن الشحن السريع الستة وستين واط رح يكون موجود وهنبعد رح تحصل كوفر على تكستشر او باترن مال الجلد يعتبد على لون التليفون مع ادهيسيف اللي ما رح يضيف لك من سماكة التليفون بشكل وايدي كبير وممكن يحميلك يا ولا رح يعيقك التجربة حتى لو انت مثلا تبطل التليفون وتستعمله مع الشاشة الكبيرة فخوش كفر وهنبعد خوش تليفون لما انا اقدر انصح اي احد يدخل في عالم هواتف شاشة قابلة للطي بس ما يبي يدفع وايد هذا التليفون رح يكون مثير جدا مناسب رح تحصل تليفون ذو كفاءة عالية مع معالج ممتاز رامات اكثر من كافي وبطارية تعد مع كاميرات تقدر تعتمد عليها حق التصوير شي الوحيد اللي ممكن انقذ عليه وهي ريت لو شاشة داخلية كانت 120 بس مرة ثانية مع تجربتي حق التليفون ما حسيت فيها نهائيا شاركني رايك تحت هل هذه هي سنة تدخل تدخل تليفونات بشاشة قابلة للطي في حماس وايدي كبير بعد خمس سنين نقدر نقول من وذجود تليفونات بشاشة قابلة للطي وحمسني ان شركة اونر بالتحديد يقتلنا اول تليفون على هذه الوضع واتوقع بس سوحنا على الطالق سور وسلامتكم تعيشون احمد بعركي ومالله الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر